أَلِفْ لَا هُمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَيُّ بَفِينَ هُدًى لِلْمَتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا وَسَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا نَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِيُونَ أُولَهِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَهِكَ هُمْ تُفْلِكُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ فَأَنْتَرْتَهُ أَمْ لَمْ كُنْ دِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خاتم الله على قلوبهم وعلى زمانهم وعلى أرصالهم يشاور ولكم عذاب العظيم وَإِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَّهُمِ الْأَخِرِ وَبَلَهُمْ بِمُمِنِينَ يُخَارِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا أَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسًا وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرضهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنَّا لَا نَبْنُوا مُصْرِكُونَ أَلَا إِنَّهُمُوا الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا أَمَنَنَّا سُطَالُوا أَمْنُوا كَمَا أَمَنَا السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمُوا السُّفَهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَقِينَ قَالُوا إِنَّا لَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَذِبُونَ اللَّهُ يَسْتَذِبُ بِهِمْ وَيَمَدُّهُمْ فِي طُلْيَانِهِمْ يَعْمُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَغُوا الطَّلَانَةَ بِالْهُلَى فَمَا رَبِحَتْ جَعَتُهُ وَهَا كَالُهُمُ مُفْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي اِسْتَغْقَ لَهُرَى فَلَمَّا أَبْرَاتْهُمْ حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ مِّيُونِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُرْسِرُونَ صُمْتٍ بُكْمٌ عُمْيُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصِيبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِي ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَعُوقٌ يَجْعَلُوا لَأَصَادِعُمْ فِي آبَالٍ يُمِّنَ الصَّوَىٰةِ عَذَرَ الْمَوتِ وَاللَّهُ مِيْتٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَانُ الْبَطْرِ اَخْلَفُ أَبْصَارَهُمْ وَلَّمَا أَطَالَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا فَطْلَمَ عَلَيْهِمْ قَارُمُ وَلَوْ شَاءَ الضَّارُ لَذَهَمْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰهُ لِشَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْكُلُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنُّ مُضَرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَهُمْ وَالسَّمَاءَ مِنَاءَ وَأَنْزَلَ مُنَ السَّمَاءِ مَا لَأَعْمَ فَأَخْرَنَوْنِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجَعْمُوا لِلَّهِ أَنْزَلَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنَّتُمْ فِي رَيْبٍ مَنَنَزَّلْتَا عَلَىٰهِ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْ شُعْلَاءَ كُمْ مِنْ دُّلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَنْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا فَاتَّقُوا الْنَّارَةِ وَقُودُوا الْنَّاسُ وَالْتَارَةِ وَعِدَّتْ مِنْ كَافِرِينَ وَبَشْرِ الَّذِي أَأَمَلُوا وَعِرُّوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي بِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا مُزِقُوا بِنْهَا مِنْ ثَمْرَةٍ رِزْقًا مُضَالُوا هَذَيْا الَّذِي أُزِقُنَا بِنْ حِضَابٍ وَأُدُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَمْ فِيهَا أَثْوَالٌ مُضَهَرَتُونَ وَهُمْ فِيهَا خَالِلُونَ إِنْ يَطْرَى الْأَنْ يَسْتَحْيِي أَنْ يَطْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُغْضًا فَمَا فَأَمَّا الَّذِينَ أَلَمَنُوا فَيَعْلَمُوا لَأَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا لَمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَنَنِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا نُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْخَاسِقِينَ الَّذِينَ يُنْضُرُونَ عَدَ اللَّهُ يُنْبَعْ لِمِثَاقِهِ وَيَبْطَعُونَ وَيَبْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيْلِ يُرْصَلُ وَيُفْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِقُونَ كَيْفَ تَكْرُونَ بِاللَّهُ وَكُنْتُمْ أَمْعَذَا وَفَعْيَا لَكُمْ ثُمَّ يُبِيدُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُمَّ أَسْتَوَى إِلَّا السَّمَاءَ فَسَوْمَ لَكُمَّ سَبْعَ سَبْعَوَاتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِبْطَعُ لَرْبُكَ لِلْمَلَائِكَةٍ إِجَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا وَهُوَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْتِمَاءَ وَنُنْزَبِّعُ بِحَلِّكَ وَنُغْدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمْ مَا تَعْلَمُونَ وَعَرَّبَ آدَمَ الْأَسْنَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَبُوا عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَعْبِئُونَي بِأَسْنَاءَ هَا أُولَانَ إِنْ كُنْتُمْ صَالِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا حُمَّلَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَ لَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَذَرُ أَنْبِئُونَ بِأَسْنَاءٍ فَلَمَّا أَنْبَأَكُمْ بِأَسْنَاءٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ وَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَعَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُغْلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَائِكَةِ اسْجُدُوا لِهَذَمْ فَسَلْنُوا إِلَّهِ بِالْإِنْسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَكَا لِنَا الْكَافِرِينَ وَقُلْ لَا يَا أَذَمْ سُكُنْ أَنْتَ وَزَوْتُهُ لَنَّ تَعْبُلَا مِنْ أَرَادًا أَيْحْجِدُتُمَا وَلَا تَخْرَبَاهَا لِهِ الشَّدَرْتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَلْهَا فَأَخْرَنَهُمَا مِنْ مَا كَلَافِينَ وَقُلْ لَا اهْبِطُوا بَعْرُهُ لِبَعْقِ بَعْدُوا وَلَكُنْ فِي الْأَرْضِ يُسْتَقَرُوا وَمَتَاعُوا إِلَهِينَ فَتَلَطَى آذَهُ لِرَّبِهِ كَالْمَدِنَ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُمَ التَّوَمَا الرَّمِينَ قُلْ نَذْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِنْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيُّ لَا فَمَنْ تَبِعَ عَلَيَا فَلَا خَوْفِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَبْسَلُونَ وَالَّذِينَ كَفَوْ وَكَذَّبُوا بِهَا جِنَا أُولَئِكَ أَصْحَهُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِقُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِينَ اذْكُنُوا لِأُمَّتِهِ الَّتِيَا نَعْتُ عَلَيْهُمْ وَأَوْفُوا بِعَدِّيهُ فِي بِعَدِّهُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ وَأَلْحِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُهُ صَدِقًا لِمَا بَعْلُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْفَلَ كَافِرٍ عَابٍ وَلَّا تَشْتَغُوا بِأَلْيَاتِهِ ثَبَلًا غَلِيلًا وَإِيَّا يَفَدْتَهُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَرْقَ بِالْبَاطِرِ وَتَكْتُمُوا الْحَرْقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَدِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاتَ عَرْكَعُوهَا عَلَّا كِعِينَ أَتَأْمُرُوا لَنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْزَرْنَا أَعَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُوهَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَقُّ رُبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا مَنْ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا مِمَّةِ الَّذِي أَنْعَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَابْطَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا ذَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفْلَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْءٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِكِ الرَّعْفَ يَسُرُونَ كُنْ سُرُونَ عَلَى يُذَبِّئُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَهِرُونَ نِسَاءُكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بِلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ خَرَقْنَا بِهُمْ الْبَحْرَ فَأَنْزَيْنَاكُمْ وَأَطْرَقْنَا آلَكِ الْعَوْنَ وَأَطْرَقَنَا آلَكِ الْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْظُونَ وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ ذِلَّةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِلَنَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِلَنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَمْ مِنْ بِعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَلْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْخُرْطَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَلُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَلَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ يَلَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجِلِ فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتابع لكم إنه هو الدوى الرعيم وإذ قلتم يا موسى لنه لك حتى الله نهر فأخذتكم الصعبة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد قوتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الضباة وأنزلنا عليكم المنى والسلوى قلوا من طيبات ما أغذرناكم وما ظلمنا ولكن كانوا منفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا أنهي الضرية فكلوا منها فيه شئتم رغلا ودخوا البال سجدا وقلوا هبطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيل المرسلين فأذل الذين ظلموا قبل غير الذي قيلهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزمي السماء بما كانوا يفسقون وإن استسقى موسى لقومه فقلنا طيب بعصاك الحجر فقلنا طيب بعصاك الحجر فمن فجروا من مستدى عشرة عيلا قد علم كل أناس من مشربهم قلوا واشربوا بالرزق الله ولا أعثوا في الأرض مرسلين وإن قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فدع لنا ربك واخرج لنا مما تنبت الأطمئ من بقلها من بقلها وقفاها وفومها وعدسها وبصلها قال ألا نستبدلون الزرزين وأدنى بالذين هو الخير اهبطوا مصرعا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الثلة والمسكات وباروا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآيات الله ويغفرون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين نادوا والنصار الصافين من آباء بالله من آباء بالله واليوم الآكل وعمل صالما فله الأدوه من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وإذ أخذنا من داركم ورفعنا فرضكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا قلوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة الخاسرين فاجعلها كانا لما بين أديها وما خلفها وروعها للمسقين وإذ قال مساء قومه إن الله يؤمنكم أن تذبحوا بقى قالوا أتتخذنا مزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا 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 أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين وعلم يا ربك وغير لنا مهن إن البخرة شابها علينا وإن إن شاء الله لمهتدون وعنه يقول إنها بغرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شيء فيها وعن الآن ائت بالحرق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقل نطلقوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قز قلوبهم من بعد نعلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من المجارة لما يرفجر منه المنهار وإن منها لما يشرق فيخرج منه المنهار وإن منها لما يحبط من خشية الله والله بغافر عن ما تعقلون أفتطلعون أن يؤمنوا لهم وقال كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرثون من بعد ما يعقلون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلق بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون وإنهم أمنيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني عنهم إلا يظنون فغير للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا طلعا فغير لهم مما كثبت أليهم وغير لهم مما يكسبون وقالوا لن ترسى النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عدا قل أتخذتم عند الله عدا فلن يخلف الله عده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وعطت به خطيئته فأولئك أصحاب النبي هم فيها خالدون والذين ألمنوا وعيدوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإن أخذنا من ثاقة من إسرائي لا تعولون إلا الله لا تعولون إلا الله بالوالدين إرسالا وذي القربى واليتامى والمساكين يقولون الناس كسنا وأكموا الصلاة وآفا استكاد ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معلمون وإن أخذنا من ثاقةكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تغدرون أنفسكم وتخرجون فرقا وتخرجون فرقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا فانون وهو محرم عليكم بخارتهم أفتؤمنون ببعض الجزاء وتكفرون ببعض فما جزاء أن يفعل ذلك منكم إلا كثور في الحياة الدنيا ويوم القيامة وردون إلى أشد العذاب وقال الله بغفر عن ما تعملون أولئك الذين اشتغلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم الأعلى ولا من ينصرون ولقد آتينا عوز الكتابا قفيا من بعده بالرسل وآتينا عيسى نغيب البين التي رأيتها بروح القدس أفكلما جاءكم رسولهم ببعض وأنفسكم استكبرتم ففريقا كثبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا قلوب بل لعنهم الله بغفره فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتابا من عند الله نصدق لما معهم وكان من قبل نستفتحوا لأن كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أم رفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بخيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين على المهين وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله وطالون أمنوا بما ينزل علينا ويغفرون بمراء وهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تغتلون أنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة أنهم أسمعوا قالوا سنرنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العين لكفرهم قل بئس ما يأتركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الأوت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قد أترهيهم والله عليمه بالظالمين ولبئلنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشاروا يرد أهلهم لولي عمر ألف سنة وما هو من زرزه من العذاب أن يعمر والله أصيرا بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يده وهدى ومشقا للمؤمنين من كان عدوا لله وملاء كده ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا من الكافرين والقد أنزلنا إليكم آيات بينات والقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَمَدَتُوا عَدًا نَبَدَهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِبُونَ وَلَمَّا جَاءُمْ رَسُولُهُمْ مِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُودُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ لِنْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا دَلُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَنْتُ سُليمَانِ وَمَا كَفَرْ سُليمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ولكن الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا مُعْلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا وَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْهَارُوتَ وَبَارُوتَ وما أنزل على الملكين ببيب عارت وفاروت وما يُعلم أنه من أحده واتبعوا ما تغل السجرين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببيب عارت وفاروت ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهن فنته فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطهارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يقوموا ولا يعرفعهم وقد قد علمون من اشتروا يوموا في الآخرة من خلاق ولمن سما شروا به أعرف سهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثنبت من أين ذي الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا معنا وقولوا انظرنا واسبعوا والكافرين عذاب أجليم ما يرد الذين جفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أنه يرد الذعانكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الخطر العظيم ما ننسر من آية أو ننسها نأتي بخل منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له منك السبابات والأرض وما لكم من دون الله من وليل ولا نسير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سهل المسا من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردون لهم من بعده ما لكم كفار حسنا حسنا من عند أعرف نفسهم من بعد ما تبينهم الحق فعفوا الصفح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآة الزكاة وما تقدموا لأنفسهم وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل جنة إلا من كانت مدى أو نصارى تلك أمانيهم قل أدروا لأنكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجبه لإبنان وهو محسن فلم أدروا عند ربك ولا خوف عليهم ولا هم يأثنون وقالت النصارى ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من العزاء للرام أن يذكر في اسمه وسعى وسعى في خوابنا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا طائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب العظيم ولله المشرق والبعقب فأينما تولوا فثم أعلم الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانا بل له ما في السماوات والأرض كل لهم طالدون فذيعوا السماوات والأرض وإذا قضى أراما فإنما يقول له كن فإنما يقول له كن فيقول وقال الذين لا يعلمون لهم لا يكلمون الله لو تأتينا كذلك قال الليل من طبن مثل قولهم لشابت قلوم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا وجذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليود والنصار حتى تتبع حلتهم ولن ترضى عنك اليود والنصار حتى تتبع حلتهم قل إنه لله هو الهدى ولئن اتبعت أهوانهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الظالم ولي ولا نصير الذين أديناهم الكتاب يتدونه حر تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا أبني إسرائي لذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأني فضرتكم على العالمين واتتوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها أعدك ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا ينصرون وإذ ابتلى إبراهي أرهوه بكلمات فأتعلمكم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لنا لعهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثامدا للناس وأمنهم هتكذوا منا إبراهيم مصلا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بنته للطائفين والعاكفين والرجع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آبنا وارزق أهله من السمرة من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كثر فهم اتعوا قليلا ثم أطره إلى عذاب النار ومئس المصير وإذ نرفع من رمي والقواعد من البنت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأيما مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوى الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والإكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغلق عهم من الذي مرهه إلا من سبه نفسه ولقل اسق فيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم وليه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تقودن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهاء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهه واحدا ونهل له المسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنودا أو نصار وتهددوا قل بل إلا زي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا أهلنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتين موسى وعيسى وما أوتينه النبي ونهل ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولنهلهم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما ألمنتم به فقد ادلوا وإن تولوا فإنما لكم في شطاق فسيكفي جمو الله وهو السبيع العليم صبرة الله بل أكسب بالله صبرة وإن لكم عابلون قل أتعاجوا لها في الله وهو ربنا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكن لكم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كالهودا كالهودا أو نصا قل أنتم أعلم أم الله ومن أغله من من كتب شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تركهم رمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علمها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتبونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت هماءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكلهم وجهة هو موليها فاستفقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظنوا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولندلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبتهم قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمرأة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا دناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المثخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرهوا منا كذلك يريهم الله أمع لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا حطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفرشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعب بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صنبكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آبنوا كلوا من طيباتها وتغلاكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشتغون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتغوا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله لزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفر الغرب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء وابضى الله وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فما يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ينترك خيرا للرصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدلهم بعدما سمعهم فإنما إثوه على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم فمن خاف منه سنجنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذي ليطيطوا له فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدنة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي أدعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرافق إلى لسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرواهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشرفوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرواهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أمع لكم بينكم بالباطل وتردوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأرسلوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن محصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله فإن محصرتم فما استيسر من الهدي ولا تلقوا رغوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدخة أو نسوك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة هي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حظر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم تناهن أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله أغفر رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب كقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رغف بالعباد يا أيها الذين آمن دخلوا في السلم كافا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم المينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم والبينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وضغاه يحدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم مزتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عناكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام ختال فيه قل ختال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين أمنوا والذين آدوا جاهدوا في سجل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومدافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماه المصلاح له الخير وإن تخالطوهم فيخوالكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأمنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأبد مؤمنة خير من مشركة ولو أعدبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأبد مؤمن خير من مشرك ولو أعدبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس أعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقرغوهن حتى يطهر فإذا يتظهرن فاهتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتبتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يبلون من نسائهم تربص أربع أشهر فينفاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطنقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهم الحق بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سأكون بمعروف أو تسريح بإرسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم هم شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جنهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جنهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك ينعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حوله كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراغ منهما وتشاور فلا تناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفرن منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا تناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا تناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تحذبوا عقلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا تناح عليكم إن طلبتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضا ومدعوهن على الموسيح قدروا على المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المؤسنين وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فلصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقولوا لله قاندين فإن خفتم فرجانا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويطرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات مدعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أَلَمْ تَرِيْنَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ هُلُوفٌ حَذَرُ الْمَمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَطْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونُ أَلَمْ تَرَئِنَا الْمَلَئِمِ بَنِي إِسْرَائِينَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعْدَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ مِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّارِمِينَ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا وله أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤتي ملكا من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكا إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آملوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالون وأعطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى فقد استمسك بالعروة المثقى لأنفصى ملها والله سميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤه الطابون يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار نارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يرحي ويميت قال ألا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوى الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خامية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأباته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آهة للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها أحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أعلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبة سبع سلابل في كل سنبلة لأتحبة والله يضاعف لمن يشاء والله آسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من له ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معرف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليهم تراهم فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوى الكافرين ومثل الذين ينفقون أروا لهم ابتغاء برضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فألا تترك لها ضعفين فإن لم يصبها غابل فطل والله بما تعملون بصير أيرد وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجها لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين ولستم بآخرين إلا أن تخمضوا فيه واعلموا أن الله غنيم الحميد الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأخركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألبان ومن أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تغفوها وتؤدوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك أولا ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وده الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سررا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فينا خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي بها الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاهذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا فاهذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يخلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملع الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا نبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفينا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلهم وامرأتان فرجلهم وامرأتان من من ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابون إلا أن تكون تجارة حاطرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنهم فسوط بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سخر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورا فإذا أمن بعضكم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اهتم إلى أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تغفر يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والنؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمئنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبات ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين